موسيقى بسم الله أرقيك من قناة زهرة إخواني أخواتي موضوع اليوم موضوع مهم جدا وهو موضوع ليلة القدر وأحوال المصابين في شهر رمضان نتكلم عموما حول شهر رمضان وليلة القدر خصيصا من بداية رمضان إلى نهاية رمضان كيف يمضي المصاب بالسحر والعين والحسد والمس أيام هذا الشهر المبارك كثير مننا يقول كيف للمصابين بالأسحار أن يبقوا على حالهم في شهر رمضان والمرضة مصفدة نرجع إلى الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مرضة الشياطين أو مرضة الجن كي يجي يا رمضان أبواب بتاع الجنة تتفتح والأبواب انتعى النار تتغلق والمرضة يتصفدوا كاين علامة قالوا يتصفدوا يعني التصفيد الأصفاد هما الأغلال لما ينوت يتربطوا يتصفدوا وكاين بعض من العلامة قال لك ما يوليش عندهم مفعول وتأثير على عباد الله يعني ما يوليش يأثروا هذا المرضة كما كانوا الأيام الفائتة في رمضان يتربطوا يعني الآدتعهم ما كاش فعلا في رمضان لما تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار تصفد المرضة المرضة هم الشياطين الأكتر كفرا والأباليسة هم اللي عندهم الدرجة الكبيرة وعندهم قوة كبيرة والمرضة هما اللي يعبدوهم السحرة كل ساحر مسكون مركوب بجن يكون في السحرة جن مرضة والسحرة يصلوا لغير الله يصلوا للمرضة أنت تشوف أنه يعبد الله ويقول لك هذا السحر يعتامر وكذا لكن هو لا له هو لما يكون في الخلوة تاعه في الغرفة دياله ولا في المركز وينا ويدير السحر رأوا يعبد هذك المارد اللي يستارق السمع ويعطي له الأخبار انتع هذوك الناس يعطي له مئة خبر 99 خبر كاذب وخبر واحد اللي حقيقي هو لما يكون يهضر لك هذوك الأمور يطيح لك في الخبر الحقيقي بعدين انتا تقول الله غير فعلا هذا يا يعني رو صادق الماردة هي اللي تصفد كاين كثير إخوة يقولون علاش ترقو الناس في رمضان رمضان فرصة باش الناس تصفى تصفى نهائيا تصفى من المس والأسحار الجن لا تصفد في رمضان الجن مخلوقات كما احنا قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن يعبدوا الله يقروا يداويوا يتزوجوا كما بنوا آدم وشنو احنا ما نشوفوهمش وهما يشوفونا قال الله تعالى إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم ومن تمام عدل الله أنه احنا ما نشوفوش الجن في الدنيا وهما اللي يشوفونا يقال أنه لما الإنس والجن يدخلوا للجنة احنا نشوفوهم في الجنة وهما ما يشوفوناش الله عدل يعني كما كانوا يشوفونا في الدنيا وما نشوفوهمش نقول له احنا نشوفوهم في الآخرة في الجنة وهما ما يشوفوناش الجن مثل الإنس في كل شي إلا في السرعة وفي التخفي وفي الخلقة هما مخلوقين من النار وإحنا مخلوقين منطين في رمضان كل إنسان عنده سحر أو حصاء إصابة عين حاسد مس الجن اللي فيه يبقى خادم السحر يبقى اللي يرى معطله الإنجاب يبقى تعطيل الزواج التمريض يبقى لكن تجديد الأسحار ما كاش السحار في رمضان لما يعقد العقد ما فيش عقد ومن شر النفاتات في العقد كي يعقدوا يستدعي المارادة باش يجو يخدموا هذك الأسحار ما فيش لا عقد ولا أسحار واش يعملوا سحارين في رمضان قولنا في شعبان يجددوا السحر والشهر اللي مر شعبان رمضان في رمضان يروحوا يديروا عمرة ويروحوا للحج سبحان الله باش الناس تقول بلي فلان وفلان ما شاء الله ويروحوا للعمرة ويروحوا عادي جدا يعودوا يرجعوا بعد العيد عيد الفيطر يرجعوا للخدمة تعهم لما المارادة يفتح عليها التصفيد ليلة ليلة سبعة وعشرين من رمضان التي نحسبها أنها ليلة القدر ليلة القدر فيها صورة صورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني في هذه الليلة تعالى القدر مع الفجر ولا منتصف الليل ثم يتنحى التصفيد والرباط والأغلال على المارادة المارادة يقولون أحرار واللي مصابين يعرفون شان ينهدر اللي مصابين بالأسحار يقول لك ليلة القدر أغلبهم يعرفون وقتها شجي ليلة القدر يحس باختناق عظيم كان لي واللي يعيد كان لي بدأ يبكي كان لي تعوج كان لي يصرولوا أمور غريبة كان لي يشوف ليلة القدر سبحان الله يعرفوا أنه خلاص الإصابة بتاعهم عودة تولت من دارة وجديد رمضان فرصة لما الناس تختم القرآن في رمضان تقرأ القرآن وتختم وتصوم صياما واحتسابا وتصلي التراويح وتدعي أثناء السجود تدعي الله باش يفك هذا السحر وتتحل هذا العقد ويحرق اللي يرى في الجسد أو يخرج اللي في الجسد يتحقق بإذن الله في الأيام والليالي هذه المباركة وأفضل الدعاء عندما تأتي لتفطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصائمي دعوة لا تورد كي تجي تفطر ادعي الله ادعي بكل خير وبإذن الله رح يلحقك هذاك الخير إذن في شهر رمضان لا يوجد لا سحر ولا تجديد ولا عقد ولا أداء من المرضى لكن المصاب يبقى مصاب في رمضان يبقى مصاب لكن حدة الإصابة تنقص جدا مع الصيام ومع قراءة القرآن والتراويح بإذن الله يبطل شيء كبير لأن الجن هذا راه في الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري من بنو آدم مجرى الدم أنت لما تكون صايم وما تأكلش كثيرا ما تأكلش بزاف الماكلة الدم التاعك الدورة الدموية تأكلت وليت قيلة بس حكي تأكل بزاف المأكولات خاصة الحلوة لفيتامين والبروتين الدورة الدموية تولي الدور بزاف والشياطين اللي تجري في الدم تولي تأثر عليك كثيرا ولهذا راح تأثر عليهم وتعدبهم بصيامك وقيامك ودعائك عشر الأواخر انتعى رمضان وخاصة الليلة ليلة القدر هما اللي راح يكون المفصل في علاجك وشفائك وكملوا واضبوا على القرآن حولوا تختم وختم وثنين وثلاثة أختم قد ما تقدر انتك تقرأ في القرآن ووراك تصوم وتدعي الله وتحتاسب والعقد اللي فيك والأسحار اللي فيك رهي تبطل بطريقة رهيبة بإذن الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم إخواني وأن يحل عقدكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حصة قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودائما في نفس القناة قناة زهرة وفي نفس التوقيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر